صرح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بأن الدين الإسلامي يهدف لبناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما للخير الإنسانية خليل كلمتها التي ألقاها في الجلسة الفتحية لمؤتمر أهمية القيم الدينية في منطقة أورياسيا الكبرى بجمهورية تتريستان بروسيا أكد الوزير أنه يجب على المسلمين أن يقدموا للبشرية كلها فكرة يرصخون فيها معنى تعرف الحضرات وشدد الأزهري على أن الانتماء إلى الوطن دين في رقابنا جميعا لافتا إلى أن روسيا الاتحادية ومنطقة القوقاز وروسيا الوسطى ومنطقة أورياسيا عموما تتربطها بمصر روابط تاريخية